أنا البحر في أحشائه الضر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ من هذه التي تفخر بنفسها وتشبه نفسها بالبحر؟ لا أعتقد أن هناك من يحف له الفخر غيري قبل أن أعرف نفسي، هل قلت لي من أنت؟ ألا تعرفين من أنا؟ هي لك من جاهلة لم يحصل لي الشرف، من أنت؟ أنا وبكل فخ اللهجة العمية، صاحبة الديع والشهرة المنتشرة في كل البقاع العربية أنت هي؟ أنت من تريدين أن تأخذي مكاني وصرقة مكانتي؟ ولماذا هذا الضيق والغضب؟ من أنت حتى تتجرأي وتقولي لي ما قلت؟ أنا لغة الإعجاز، أنا لغة الإجاز أنا اللغة التي تحدى الله بها جميع فصحاء العرب بل أنا لغة القرآن فوقفي عند التعريف بنفسك، لقد عرفت من أنت أنت التي يسمونها الفصحة، اللغة العقيمة، الصحة المعقدة بقواعدها والغريبة بألفاظها رموني بعقم في الشباب، وليتني عقمت فلم أسمع لقول عداتي لم يرموك بل قالوا حقيقة؟ أنت لغة العلوم والثنون؟ وسيعت كتاب الله لفظاً غاية، وما دقت عن أي به وعذات نعم، أنا لغة صالحة لكل زمان ومكان شرفني يا الله ورفع قدري والدليل أن جميع العلوم والمعارف تدرست بالفصحة، لا بالعامية لعل في كلامك شيء من الصحة وهذا ما ألاحظه أنا لغة برغم من انتشاري بين العامة إلا أن خضودي ضيقة، لأن لكل بلد لهجته وعاميته الخاصة، بل كل منطقة من مناطق البلد الواحد تختلف لهجتها عن الآخر هل هذه ميزة أم عيب؟ لا أدري، هل أرشدتيني؟ بل ميزة، ولا تنسي أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فبلهجات العرب والتي كانت في أصلها فصحة ولكن العيب كل العيب أن تقحم الكلمات الأجنبية وتصبح جزءا مني حتى أن بعض استبدل لغتها الأم باللغة الأجنبية كم أنت خلوكة وصابورة أيوتها اللغة العظيمة؟ فبالرغم من عقوك أبنائك اللي أنت صامدة، صابرة بل خالدة